ترجمة نانسي قنقر أيوة يا اعتماد أيوة حبيبتي أنا في الشغل في الشغل من غير محلف يا اعتماد أنا حرامي هتقولي اللي احلف هقول جالك الفرج والكلام الفارغ ده طيب طيب خلاص لا لا طلبات طلبات لسه بقول يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم طيب خلاص خلاص هلحق عليك منين يا اعتمادي عن أسرق أسرق يعني يلا يلا مع السلامة مع السلامة يلا الوقت بيسرقنا يلا هكلمك في البريك باي باي ايه ده؟ انت ايه؟ واحد لابس سود في سود ومع سلاح وتواجد في قودة نوم حضرتك فجأة يبقى ايه؟ باتمان؟ حرامي؟ سرعة بديهة وقوة ملاحظة مرسيخ خالص هو أنا ممكن أسرخ؟ لا 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 سرخ ايه وبتاع ايه؟ لا يعني تفتح بقك الجميل ده تطلع من هنا تلقص غنونة تروح عالبوق تعمل تعويره وتبقى حكاية وحشة ليه؟ إيه مامي؟ اسحى يا اسماعيل إيه مامي؟ إيه 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 ده؟ مين ده يا ست هالم؟ ما شاء الله إسماعيل نفس مستوى الزكاء مجمعاً لما وفق أنت جايباً للبيفرند بتاعك في قط النوم؟ يعني أنت مشكلتك في قط النوم؟ يعني لو في الصلاة برا أوكي بالنسبالك؟ ببيفرند إيه بس يا إسماعيل؟ ده حرامي إيه ده؟ أنت حرامي فعلاً أستاذ إسماعيل ممكن لو أسمحت شوية ثقة أزياد شوية في المدام بتاعتك قالت لك حرامي يبقى حرامي هو أنا مش باين علي ولا إيه لأ أرجوك ما تقزيش براطي لو المسدس ده في رصاصة واحدة أخدها أنا لا ما تسمعش كلامه ده لازم يعيش لازم يعيش لولاده محتاجين الأب والقدوة لا ما تسمعش كلامها هم محتاجين رعايتها وحنانة اضربني أنا اضربني الوداع يا سنة إسماعيل إيه الرخص ده؟ وايه الأفوار دي؟ والصحابات اللي من تحته والحاجات؟ ما تتكلموا عادي يا أخوانا لا أحاول ولا قواتي إلا بالله مين جاب سيرت القتل؟ بس أنا قلت هقتل اللحظة الدرامية دي لمستني عشان كده أنا أخد من سيادتك المينموم بتاعي وأتكر على الله إيه المينموم؟ ده حضرتك آه لا بصة مش مهندس أنا أفهمك حتة من أصول المهنة أنا بطلع تطلع مرجعش منها بأقل من 3000-3200 جنيه ده المينموم بتاعي وعلى فكرة ده سعر الأسبوع اللي فات الدهملي وربنا عوض علي بفرق الدولار أقسم بالله أنا عامل مع سيادتك واجب عشان خاطر دي أول شقة خشها اللي لا دي وإن شاء الله يبقى استفتحنا عسل على وشكم والله يا أستاذة أنا لسه مقبضتش أنا معيسة 100 جنيه ممكن تاخدهم وأول الشهر ممكن أديك الباقي آه لا يا فندم خدمة التقسيط لسه ما اشتغلتش معانا يعني لو مفيش كاش مش مش مشكلة ناخد أي حاجة بكيمة المبلغ ولو فيه فيسة أنا تحت عمرك آه خلاص خلاص اتحلت ما تديله اللاب بتاعك يا اسماعيل ديله بتاعك يا اسماعيل؟ ليه هو بتلات تلاف ده أنا جايبه من سنة بسبعة ياه؟ ده 15 إنش بقى إيه ده؟ أنت تعرف الحاجات دي من إيه؟ استنى استنى أنا بشبه عليك أنا أكيد أعرفك آه بص لكم وأنا أنا اللي بعمل فيديوهات كيف أتصرخ في 30 ثانية؟ بكد أنا بحبك أول طب أعمل سابسكرايب بقى طب بصي عشان أنا بحبك آه الست هانم عندها موبايلين موبايلين وحتلقهم جوه الدولاب لا استنى استنى آه أصلا ده يعني ما يجيبش ألف ونص وبعدين الكاميرا بتاعته وحشة شايف الشفونيرا دي؟ مليانة ساعات بتاعته أقل واحدة فيهم بـ 3000 جنيه كده يا سنة؟ بصوا الحاجات اللي عملالك وقلق دي كلها اطلعوا بيها والدهاني وأنا اللي هيحكم منها هو اللي دايما كده شايف حكته دايما هي اللي تسوى وحكت أنا ملغاش أي قيمة لأ ينفع كده ستسمعين طب حكم ما بين إنت يا أستاذ أنا لما بشتري بشتري بجد مش بجيب حاجات تنتيش ملغاش لازمة وخلاص مش عارف أنا مش قادر أصدق حضرتك يعني دي حتى البيجامة بتاعتك أنا آسف يعني شكلها يعر سنة يعني متشكر أو على فكرة بقى أنا عندي حاجات أحلى من كل الحاجات اللي عنده دهب وفررات بس أهلي هما اللي جايبين همي أصلا بخين أنا بخيل يا سلام؟ ما عليش يا ستسمعين أنا آسف جدا يعني بصراحة من نظرة كده المدان باين علي أن هي من عيلة ومسترياحة وراضية بيك وأنت وأنت لمؤاخذة يعني إيه إيه؟ لمؤاخذة إيه؟ أنا مش قادر أقولها الصراحة يعني أنت أنت يعني أقل من مستوها لا 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 أنا عندي فلوس كتير جدا بقولك إيه؟ شايف اللي شوفوا نيرا دي؟ شايفها؟ أنا حاطت فلوس هنا كتير قوي ونظرات وشربات ولا هي ولا أهلها يقدر يوقفه قدام المحلات اللي بتبيعها الصراحة أنا مش مصدق حضرتك فيه فاشر كده طب أنا حوريك وحكم بنفسك البيئة مادام شكل وثق من نفسه خلاص يتفضل هو يطلع كل الحاجات اللي عنده وأنا هطلع كل الحاجات اللي عندي وإنت كده شكلك زقوي نور وحكم إنت بقى مرسي يا مادام على رأي حضرتك فيها والله يعني وأنا آخر حاجة جماعة كنت أتخيلها أن أنا أكون سبب في زعل ما بينكم خلاص بقى يلا يلا خلق صلحوا بعض خلاص بقى أنتوا حلوين يعني ما تعملوش كده يلا يلا بصوا كل واحد فيكو هيقوم يطلع حاجته ونشوف بقى مين زقه أحلى من مين ومين عنده حاجة أحلى من مين ونتفرق كلنا كده ونقضي أوقات سعيدة وأنا هحكم بالعدل أنا ما كنتش عارفة أنه هو غدر كده هو قال لا ما نصرخش قبل قد إيه قال أوعى سمع صوتكو قبل ما يعدي خمس دقائق وإلا هرجع وموتكو أنتوا الاثنين أظن فات أكتر من خمس دقائق آه يعني متهيقلي كده طب يلا أهاغ الطريق الطريق الطريق